اشتركوا في القناة امرأة اصيلة عربية اصيلة عريقة معروفة بالعروبة والشجاعة والكرامة ويكفي ان الذي اختارها عقيل اخو علي بن ابي طانب قال الشهيد الاول صاحب اللمعة الدمشقية في فقه الامامية ام البنين من النساء العارفات بحق اهل البيت عارفات من زار الحسين عارفا بحقه ام البنين عارف بحق الحسين وكان لها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع حتى زارتها زينب الكبرى بعد وصولها الى المدينة وتعزيها باولادها الاربع التاريخ يحدثنا لما انتقلت من دار ابيها الى دار علي عليه السلام جاءت الى الحسن والحسين وزينب لحظ ابناء ضرتها ابناء ضرتها قالت ما خرجت من بيت ابي اليكم الا في خدمتكم هل تقبلوني خادمة تشوصرتهم البنين هل تقبلوني خادمة خادمة للحسن والمسين فقال لها الامام الحسن انت عزيزة كريمة وهذا بيتك موقفها وموالاتها ووفاها لمولاتنا الزهراء سلا شوفوا اشجد تصرفات دقيقة تصرفات اسمها فاطمة والزهراء اسمها فاطمة وهذا الاسم محبوب عند اهل البيت واتبع اهل البيت لكن يوم من الايام حسد عندما يؤتى بهذا الاسم الحسن والحسين ينكسر يتأذون فجاءت الى امامنا امير المؤمن يبنى العم لي اليك حاجة حاجتك ان تغير اسمي رأسا عرف سر التغيير بدون معرفة العلم ما قال لي لا لا وانما مجرد ان قالت غير اسمي عرف سر هذا التغيير لماذا انه اذا جاء باسم فاطمة يتأثر الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه اخواني امرأة مثل ام البنيين سنة واحد وستين للهجرة ارملة ما عدا رجال زين وعدها اربعة من الاولاد فهي بحاجة الى من يعينها عدل لا زين اذا يا ام البني اذا كان الامر كذلك وانت ارملة لماذا لم تقدمي ولدا واحدا وتحتفظي بالثلاث واحد قالت لا ابو علي استاهل اكثر يا ام البني تقدمي رجلين وابقي رجلين قالت لا ابو علي استاهل اكثر الى ان اوصت اولادها الاربع ان يبذلوا انفسهم دون الحسين ابن علي فالتشهل الانسانية هل ترى اما كهذه الام مثل ام البنين صلوات الله وسلامه عليها ولذلك اخواني هذا الموقف المجرف شي يقولون الزهراء عليها السلام في يوم القيامة عندما يأتي النداء فاطمة بما ستبدئين بالشكاية الذين ظلموك كثيرون بما جرى على ابيك لا يا رب بما جرى على بعلك لا يا رب بما جرى على عليك لا يا رب زين بما جرى على ولدك الحسين لا يا رب عجيب هل يوجد عزيز على الزهراء عزمن الحسين لا يا رب اذن بماذا ستبدئين بالشكاية تخرج من تحت ردائها طبق فيه كفان قطيعان لاب الفضل الهي احكم بيني وبين من قطع تلك الكفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة